لقد أحضرت لك بعض حبات التمر المفيدة لك أثناء المذاكرة شكرا لك يا أمي ولكن ما فائدة التمر بالنسبة لي؟ يعمل التمر على تقوية ذاكرة الإنسان مما يسهل عملية استذكار الدروس كما أنه يحتوي على عنصر السوديوم المهم لتنظيم مستوى ضغط الدم لدى الإنسان عنصر السوديوم؟ وإلى أي عائلة ينتمي هذا العنصر؟ فقد أخبرني أخي عبد الله أن العناصر الكيميائية تنتمي إلى عائلات عنصر السوديوم هو أحد عناصر العائلة الأولى في الجدول الدوري والتي توجد في أقصى يسار الجدول وتسمى بعائلة الفلزات القلوية وما عناصر تلك العائلة؟ تضم هذه العائلة ستة عناصر هي ولماذا تجتمع عناصر هذه العائلة معا؟ لأنها تشترك في إحدى خصائصها المميزة لها وهي أنها نشطة جدا كيميائيا وهل لهذا النشاط أسباب؟ نعم لاحتوائها على إلكترون واحد في مجال الطاقة الخارجي مثل عنصر البوتاسيوم مما يؤدي إلى سهولة فقده أثناء التفاعلات الكيميائية والوصول إلى حالة الاستقرار أن الإلكترون الأخير هو المسؤول عن عملية التفاعل بين تلك العناصر والعناصر الأخرى؟ نعم حيث تفقد الفلزات القلوية هذا الإلكترون عندما تتفاعل مع عناصر أخرى مثل ما يحدث عند تفاعل عنصر السوديوم مع الكلور وبالطبع يفقد عنصر السوديوم الإلكترون الموجود في مداره الخارجي صحيح وتتم هذه العملية حتى يصل عنصر السوديوم إلى حالة الاستقرار وهل كل عناصر تلك العائلة تفقد إلكترون مدارها الأخيرة بنفس السهولة؟ لا، تختلف سهولة فقد العنصر لإلكترون المدار الأخير لأن الطاقة اللازمة لفصل الإلكترون عندما يكون قريباً من النواة مثل عنصر السوديوم تكون كبيرة بينما الطاقة اللازمة لفصل الإلكترون عندما يكون بعيداً عن النواة مثل عنصر السيزيوم تكون صغيرة وما سبب الاختلاف في سهولة فقد إلكترون المدار الأخير بالنسبة لعنصري الصوديوم والسيزيوم؟ السبب في ذلك هو قرب إلكترون المدار الخارجي لقوة جذب النواة في عنصر الصوديوم وبعده عن قوة جذب النواة في عنصر السيزيوم فيسهل فقده فهمت الآن فالتوزيع الإلكتروني لعنصر السيزيوم يحتوي على ستة مدارات بينما التوزيع الإلكتروني للصوديوم يحتوي على ثلاثة مدارات ونتيجة لذلك تكون طاقة فقد الإلكتروني في عنصر السيزيوم أقل منها في عنصر السوديوم صحيح فكلما كان فقد إلكتروني مستوى الطاقة الأخير سهلاً كان العنصر أكثر نشاطاً معنى هذا أن نشاط عائلة الفلزات القلوية يزداد كلما اتجهنا لأسفل في تلك العائلة صحيح والآن عليك تناول تلك التمرات حتى تستطيع التركيز في المذاكرة ولكن قبل ذلك سأقوم بتلخيص ما تعلمته اليوم تضم عائلة الفلزات القلوية ستة عناصر هي عنصر الليثيوم الفلزات القلوية نشطة جداً كيميائياً لاحتوائها على إلكترون واحد في مجال الطاقة الخارجي مما يؤدي إلى سهولة فقده أثناء التفاعلات الكيميائية والوصول إلى حالة الاستقرار ترجمة نانسي قنقر